يواصل النظام الخليفي إجراء التدريبات العسكرية المشتركة فبعد المناورات التي نفذتها قوات درع الجزيرة مع قوات الدفاع الخليفية نفذت وحدات من الصاعق المصرية تدريبا مشتركا مع قوات النظام الخاصة ويجري ذلك في سياق ما أسماه مراقبون بمساعي النظام الحثيث لرفع رصيدها في التسويات السياسية المزمعة وبالتزامن مع دعوات إقليمية لحث المعارضة على التفاوض مع النظام وضمن شقوف سياسية وصفتها أطراف معارضة بالمذلة بخلاف ذلك فإن الوضع الشعبي لم يشد تراجعا على مستوى المطالبة بإسقاط النظام وأظهر الحضور الحاشد في مواكب تشيع الشهداء على نجاح القوى الثورية في العفاظ على موازين القوى وأن النظام غير قادر حتى الآن على إخطاع أبناء الشعب والذي لا زال يقدم دعمه للحراك الثوري والمحافظة على البيئة الحاضنة للثورة والتحركات الميدانية الرادعة لقوات الإرهاب والقتل وفي سياق آخر جدد القيادي في حركة أحرار البحرين سعيد الشهابي فضعه لشياسات النظام القائمة على مكافأة قتلة شعب البحرين وحمايته من العقاب ما مصير هؤلاء القتلة؟ هؤلاء ستقدم لهم الجوائز وستقدم لهم الميداليات لأنهم قتلوا شعب البحرين هذه هي فلسفة وعقيدة النظام الذي يحكم البلاد وقال الشهابي بأن التساقط الشهداء يتم وفق سياسة النظام التي تستهدف إبادة شعب البحرين وبوسائل القتل والتهجير واستجلاب الآخرين من خارج البلاد وتجنيسهم ودع الشهابي الجميع للوعي بهذا المخطط ومناهضته قبل أن تحل الكارثة على الجميع ويوقف هذه الإبادة الشرسة ما قيمة عائلة تحكم بلدا إذا كان الشعب غير راض عنها ما معنى أن يصمت هذا العالم على القتل والتعذيب ويدعم المحتلين وبدوره أكل الناشط عباس العمران استمرار الاحتجاج ضد السياسة البريطانية التي وصفها بالنفاق وذلك نتيجة تغطيتها لجرائم النظام الخليفي ووقوف البريطانيين لإغطال أي خرار من شانه إدانة النظام وإجباره على رفع يده عن شعب البحرين ومنذ من ما نقوم به الاحتجاج على السياسة البريطانية المنحازة والمنافقة التي تدعم النظام الخليفي ترجمة نانسي قنقر